بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعزائي الطلباء السلام عليكم مازلنا نواصل مع فيديوهات الطاقة الداخلية في هذا الفيديو الخامس بإذن الله رايح نتعرف على عبارة التحويل الحراري كولون كولون يساوي mc mvc مضروف في ثيطا فينال ناقص ثيطا انيسيال هذه يسموها ثيطا فينال ثيطا انيسيال أي يعني هنا إذا ارتفعت أو انخفضت درجة حرارة الجملة تتكون مثلا من مادة x يعني هنا تكون الجملة حتما قد اكتسبت أو افتقدت طاقة بتحويل حراري حيث كولون هذه تمثل ماذا؟ تمثل التحويل الحراري التحويل الحراري بالجول التحويل الحراري بالجول وم وم هي كتلة المادة المستقبلة كتلة المادة المستقبلة أو الفاقدة أو الفاقدة فاقدة لماذا؟ لتحويل الحراري تحويل الحراري أي ووحدتها هي الكيلو جرام عندنا عندنا الس هو معامل السعة الحرارية الس هو معامل السعة الحرارية الكتالية كتالية هذا معامل السعة الحرارية الكتالية للمادة اللي ننظر فيها أي للمادة المدروسة للمادة المدروسة وهي تتعلق بماذا؟ بنوع المادة وهي تتعلق بنوع المادة الوحدة التحويل هي هذه الوحدة التحويل هي الجول الجول على أي الكيلو جرام في درجة مئوية أو الجول على الكيلو جرام في الكيلفين وحدة منسوج يعني إذا إذا حسبنا هنا ثيطة درجة مئوية وهذه درجة مئوية تخرج يعني المعامل تحاسعة بيكون الجول على الكيلو جرام بالدرجة المئوية أو الجول على الكيلو جرام ب الكيلفين أي درجة المطلقة درجة الحرارة المطلقة لكيلو جرام عندنا هذه ثيطة هذه درجة الحرارة النهائية درجة الحرارة النهائية نهائية لحظت نحسب ب درجة مئوية أو بالكيلفين عندنا كذلك هذه أي درجة الحرارة الابتدائية قلنا ثيطة فينال وهذه ثيطة إنيسيال درجة الحرارة الابتدائية تنحسب بدرجة المئوية أو بالكيلفين هكذا لاحظ في كل الفيديو التي جاز التي درسناها مقبل أراني كل ما نحط علاقة نحط الوحدات تحت كل وحدة منهم يعني العلاقة نحط الوحدات يعني لا داعي باش تسألوني تقول يا أستاذ يكتل بالقرام ولا بالكيلو هذي بهكذا ولا بهكذا هذي بالجول ولا بهكذا يعني كل علاقة راني ندير وفي حول التمارين نقول إذا كنا نبدل هذي يعني راني نذكر كل شي إذن راني شونا كامل وش كيف العلاقة أو خاصة اللي شونا جديد هو معامل سعة الحرارية الكتالية يعني هذا المعامل هو ثابت يميز يعني المادة المدروسة الآن عندنا السعة الحرارية للجملة تساوي الكتلة في معامل السعة الحرارية الكتالية يزم تفرق بين س الحرف الكبير س ماجيشكيول وهي السعة الحرارية و س منيشكيول أي الحرف الصغير وهي معامل السعة الحرارية الكتالية هذه ما الآن فصاعدا إذا تعرفت في الرقم إذن هذه السعة الحرارية السعة الحرارية لمن للجملة للجملة أي الجملة المدروسة عندما تكون من مادة مثلا x مثلا هاك يعني هذه الوحدة التحية هي الجول على الدرجة المئوية أو الجول على الكيلفين أو الجول على الكيلفين لماذا وين راح الكيلو جرام بتاح هذه لماذا لاحظة هذه رحنا نحسب m في أي الكتلة في معامل سعر حرارية الكتالية لا لاحظوا معايا يعني c تساوي m له الكيلو جرام مضروبة في هذه مثلا لو قلنا مثلا الجول على الكيلو جرام في درجة مئوية لو اختزلنا هذه مع هذه لاحظ أن هذه أي السعر الحرارية تصبح الجول على الدرجة المئوية لو درنا هنا كيلفين كذلك تصبح الجول على كيلفين إذا لاحظ الوحدة تحد توافق التحويل الحراري اللازم لتغيير درجة حرار الجملة يعني كتلا تكون واحد كيلو جرام نعود قيمة معامل السعر الحراري الكتالية هي توافق التحويل الحراري اللازم لتغيير درجة حرار تملك ثلاثوها تكون واحد كيلوغرام بدرجة حرارة واحدة يعني بدرجة حرارة واحدة بدون تغيير في حالتها الفيزيائية إذن العلاقة اللي كتبناها سابقا هذه نقدر كذلك نكتبها على الشكل التالي كيلون تساوي السعة الحرارية في ثيطة فينال ناقص ثيطة إنيسيال عندي ملاحظة ناقنو التحويل الحراري يغير من الطاقة المجهرية للجملة قلت التحويل الحراري يغير من الطاقة المجهرية للجملة كي نقول كلمة طاقة داخلية يعني هناك طاقة مجهرية للجملة وبالتالي تكون عندنا كيلون تساوي دالتا هاي يعني energy thermic نربز لها هكذا نفس الشيء يعني هذه نسمها الطاقة الداخلية المجهرية كان اللي نربز لها هكذا energy microscopic energy thermic لأننا ندرس في التحويل الحراري إذن نربز لها بهذا الشكل الآن نشوف ملاحظة ملاحظة يعني ماش تقول لها هذا الملاحظة إذا كانت إذا كانت أي theta في نال أكبر من theta initial فإن تحويل الحراري يكون موجب التحويل الحراري يكون موجب يعني تحويل الحراري يكون مكتسبا هكذا يعني هنا في هذا الحراري رح يحدث ارتفاع في المركبة الحرارية للطاقة الداخلية للجسم رح يكون ارتفاعي يعني رح تكون عندنا delta أي تغيير في المركبة الحرارية هه؟ للطاقة الداخلية يكون يساوي كيلون كبر من الصفر يعني أن الجسم استقبل طاقة الجسم استقبل طاقة أما إذا كانت إذا كانت أي theta في نال أقل من theta initial نال أقل من الصفر فإنه أي التحويل أعفوا التحويل الحراري كله يكون سالب يعني هنا التحويل الحراري يكون ضائعا يكون هذا ضائعا هنا التحويل الحراري يكون ضائعا يعني هنا رح يحدث انخفاض في المركبة الحرارية فالأولا يحدث ارتفاع في المركبة الحراري أما في الحالة الثانية يحدث انخفاض في المركبة الحرارية للطاقة الداخلية للجسم يعني delta للتغيير في الطاقة الداخلية للجسم يساوي كله تكون سالبا أي يعني هنا أن الجسم فقد طاقة الجسم ماذا فقد طاقة لاحظ في حالة التحويل الحراري الموجب أنتبه معي أفوا شوف في حالة التحويل الحراري الموجب يعني هنا هنا ارتفاع سيكون ارتفاع في طاقة الداخلية أنتبه أي ا 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 تحويل الحراري موجب وهنا الوسط الخارجي الوسط الخارجي هكذا هذه نجمنا له الجسم هذه تحويل حراري موجب هنا تحويل حراري موجب أما في حالة تحويل حراري سالب تحويل حراري سالب لاحظوا معي هنا راح يكون عندنا انخفاض هنا راح يكون انخفاض هكذا اتاءاش واحد اتاءاش اثناني هاكذا يعني هنا راح يكون عندنا اي تحويل الحراري يكون سالب تحويل الحراري يكون سالب اي الوسط الخارجي هكذا يعني تحويل حراري سالم تحويل حراري سالم يعني هذا الحاصيل الطاقوي هذا تبين لك كامل واش درنا يعني واش قلنا حالتين عندنا حالة كذلك إذا كانت الجملة تتكون من حدة مواد إذا كانت الجملة تتكون من عدة مواد تكون كتلاتها أي آم واحد آم اثنان وهكذا حتى الآن آم آم وسيعتها الحرارية وسيعتها الحرارية تكون على الشكل أي سي واحد سي اثنان وهكذا حتى سي آم يعني هذا السيعة الحرارية تكون أي لها سيعة حرارية سي اي تساوي آم اي سي اي إذا أنتبه معي يعني هنا هذه واش قلنا نسموها السي السي هذه قلنا نسموها معامل سيعة الحرارية الكتالية هذه معامل سيعة الحرارية الكتالية وهذه السيعة الحرارية باش ما تغلطوش بنتهم هذه مجسكيل وهذه منيسكيل يعني السي تكون تساوي آم واحد سي واحد زائد آم اثناني سي اثناني زائد وهكذا حتى زائد آم آن سي آن يعني تساوي أي مجموعة المجموعة من واحد إلى آن هكذا نقرأ من واحد إلى آن آم اي سي اي يعني يساوي المجموعة من واحد إلى آن سي اي هذه يعني أي هنا كيف تصبح عبارة تحويل الحراري أي تصبح عبارة التحويل الحراري كما يلي أنتبه أي تصبح أنه كل تساوي آم واحد سي واحد زائد آم اثنين سي اثنين زائد حتى زائد آم آن سي آن في يعني عبارة تحويل الحراري هذه هي سي اي هذه هنا في ثيطا في نال ناقص ثيطا انيسيال يعني عبارة اللي درناها في الأول شفنا هل احنا فقط هذه وهذا هذا الجدول موجود لكتاب المدراسي أي قيم السعة الحرارية الكتالية ببعض المواد يعني السي صغيرة السعة الحرارية الكتالية اللي قالناجول على كيلوغرام أوجول على كيلوغرام في درجة مئوية ان لاحظ بالنسبة لبعض المواد صلبا عندناك الألمنيومنحاس الجليد الخاشب ها هي لاحظ الاليمينيوم 890 نحاس 380 الجليد 1990 والخاشب 1700 عندنا مثال على بعض السوائل كالماء 4185 والغازية كالأكسجين ودو 0.94 هنا كذلك استطاعت التحويل استطاعت التحويل أي العلاقة تحكت لأي بي اللي هي بالوات تساوي القيمة العود القيمة المطلقة للتحويل الحراري على داتا تي لماذا لأن التحويل الحراري مرة تكون سالب مرة تكون موجب وإحنا قلت سبق وقلت لكم في فيديو أن الاستطاعة يأخذ دائما قيمة موجب أو قيمة مطلقة دائما يعني استطاعة تساوي قيمة مطلقة للتحويل الحراري على دالتا تي أي الزمن اللازم مثلا لتسخين ماء أو تسخين حاجة هكا ونكمل هذا الفيديو بهذا التطبيق ما هو التحويل الحراري الناشئ عن تغيير الطاقة الداخلية لمقدار واحد لتل من الماء عندما نرفع من درجة حرارته من 25 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية يعني إلى درجة الغالية هنا درجة العادية هنا درجة الغالية وبعد في الأخير قال لك طلبه مننا حساب استطاعة التحويل لمدة عصر دقائق يعني عندها تسخينه عصر دقائق كنقل استطاعة التحويل يعني سخناه عصر دقائق بشر فعنا درجة حرارة من 25 إلى 100 درجة مئوية بالطبع هنا سخناه نبدأ أول حاجة وهو المخطط الطاقوي لهذه العملية اللي قمنا بها المخطط الطاقوي إذن ها هي الفقاعة العمود يعني هنا كين ارتفاع درجة الحرارة إذن السهم نحو الأعلى هكذا وهكذا ها إذن لدينا درجة الحرارة ابتدائية إذن لأن كلام يكون موجب كلام ها يكون موجب لهنا الوسط الخارجي الوسط الخارجي ها كذا نواصل ها الآن ها نرى كتلة نحسب كتلة لتر واحد من الماء كتلة لتر من الماء وش تساوي يعني م تساوي الحجم في الكتلة الحجمية كتلة الحجمية للماء تساوي واحد إذن الحجم هو واحد لتر واحد ليتر في واحد Yang ماظ إذن تعطينا 1 كيلو جرام تعطينا ماذا 1 أفو 1 كيلو جرام يعني هناك كيلو جرام على الليتر يعني الليتر الليتر جوح على الليتر فقالنا ماذا الكيلو جرام الآن نحسب التحويل الحراري المكتسب التحويل الحراري المكتسب أنتبه إذن حيث تغير الطاقة الداخلية يساوي التحويل الحراري يساوي م س معامل في ثيطة في نال ناقص ثيطة إنيسيال إذن تساوي الكتلة صبنا 1 أي بالكيلو جرام في س الس تع الماء شعال هاي الس على الحرارية للماء 4185 يعني في التامري اللي هو الفرطي أحيانا يطهالكم هذي ها هنا في 4185 في 100 ناقص 25 يعني 485 في 75 الجول حسيبة سألش على طعتنا طعتني 613 ألف و 875 جول يعني لو حبلناها بكيلو جول تطعينا 313.875 كيلو جول هكذا الآن نحسب استطاعة التحويل استطاعة التحويل أي في استطاعة تساوي القيمة المطلقة لتحويل على دلطات على الزمن أي تساوي قيمة المطلقة التحويل الحراري يكون بالجول وليس بالكيلو جول الحذر بالجول أي 313.875 على شعال القالون 10 دقائق يعني 10 نحاولها بالثانية يعني هذا أحذر هذا واشقنا عافون هذا يكون بالجول وهذا بالثانية نتبه إذن شعال تعطينا أي 313.875 على 600 يعني 10 على 60 شعال تعطينا نحصل 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 523 فاصل 523 فاصل وات هاي لاحظ طبقنا واصدرنا في الدرس ما درنا نحصل زيادة برك الإنسان في العلاقات يورا عيقال هذي بالكيلو جرام بالكيلو جرام هذي بالجول بالجول هذي بالوات بالوات أعزائي طلبا قبل المغادرة أنصحكم بالتوجه إلى هذا الموقع الجديد حيث تجدون بإذن الله فيه فيديوهات مادة الرياضية والعلم الفيزيائية والمعلوم الماتية وغيرها من الفيديوهات تكون مرتبة حسب المستوى والشعب والمد أعزائي إلى أن ألقاكم في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته